تفايل السلطة القضائية بالجرايد بالتحفيز المواطن ولكن لا يجوز أن تتصرف كأنها سلطة تنفيذية أو سلطة قطائية والأسف الجماعة ما قبلوا فتحول موضوع للقضاء والقضاء قام بحبسهم بالملاسبة يعني قعدوا كم يوم وطلعناهم لكن بعد ذلك قلناهم خلاص يا أخي الله يضال يكون قاوموا التطبيع بأدبياتكم بمقالاتكم بوسائل مختلفة ولكن ليس بمسائل أكنوا سلطة تنفيذية أو سلطة قضائية فمحترامي للأخ الكريم يا جماعة هناك مؤسسات دولة ولاية عامة ودولة قانون لنحتم القانون لنحتم أنفسنا فهذا الموضوع كان لا يمكن إلا التعامل بهذا الأسلوب لغايات حماية مصارح الآخرين يا سيد العزيز بيحكي الأخ سامر عن الإنجازات الواقع مع كل هذه الطروفة السياسية اللي حكينا عنها الانتفاضة والشيح الإسرائيلي والحرب العراقية حققنا النمو وستطعنا أن نضبط المالية العامة وحققنا الكثير من الإيجابيات يا سيدي نحكي عن قانون الاجتماعات العامة أخي دكتور محمد أنا في هذه السنوات يعني من شهر عشر ألفين إلى نهاية حرب العراقية بشهر أربعة أول أربعة ألفين وثلاثة حوال ألف ومئتين مظاهرة واعتصام مجتمع والماسبة الحمد لله لم تحدث وفاة واحدة ولم تحدث إصابة خطيرة واحدة فتعاملنا معهم في كل صدر رحب وستطعنا أن نستوعب كل مراحل هذه لكن كان برضو في خلاف بيننا وبين الأخوان والأحزاب وجبة العامة الإسلامية والنقابات أنه لا يجوز أن تنطلق هذه المظاهرات بدون معرفة من وراءها ومعرفة المكان والزمان لأنه في واجب على الحكومة أن تحافظ على مصالح الآخرين مصالح العامة والخاصة وأيضا المظاهرين يقول لا نحن دستور 52 يقول أنه نحن ننزل المظاهرة ونعلم الحاكم الإداري مننزل طب يا أخي كريم نحن في دستور الآن يقول حلية التعبير موجب القانون قانون يا أخوان هل يجوز أن تطلعوا مثلا وتعيقوا مثلا طريق المطار يوم مظاهرة ما بسهير هل يجوز أن تروحوا يوم معين في موقع معين يكون فيه خوف أمني عليكم من جهات أحن بلد فيه هناك ناس لهم أهداف غير شريفة ممكن أن تقوم بعملية إرهابية تؤذي المتظاهرين تؤذي المواطنين ويا أخوان نرجوكم بلغونا حتى نرتب مع بعض نوافق مثل الدول الغربية بالمواسفة يعني نضوع الدول الداخلية خلال احنا احترام من الجماعة 24 آذار نعرفين منهم 24 آذار أم صراحة أنا أتابع كل القضايا كانوا معهم جبهة عمال إسلامي يقول لك لا هم من لا مش هم من بعدين فيه معهم جايين جايين بطل يطلعوا معهم التيارة بطل يعني فيه فيه خلاف الآن من هم يقولي لا يجوز أن تقوم أي جهة باعتصام أو مظاهرة إلا تعلم من هي من مسؤول عنها بعدين أين ومتى أنت لست مع إلغاء قانون اجتماعات العامة أنا مع تعديل قانون اجتماعات العامة لأنه للأسف وسيء التعاون مع هذا القانون من قبل الحكام الإداريين خاصة في موضوع الاجتماعات طلبوا اجتماعات لمسائل بسيطة وتم رفض ذلك أنا مع التعديل ولكن بقول يجب أن يتم الاتفاق على المكان والزمن سيدي أخي الفاضي أتحكي بس اسمح لي أنا أريد أن أخذ عن المألوف تفضلي سيدي بس فيه سؤال اسمح لي أسأله إذا ما لي أريد أن أثير عن سيدي أثير موضوع القوان المؤقتة وموضوع التأمين وموضوع الحديد وموضوع أراضي هاي اللي قالوا أنه أنا عندي أراضي في عجلون عندي أراضي في غمثة وعندي ممتلكات مختلفة وناس بدي حاسبني داخل أردن وخارجي أردن أنا داخل عن المألوف وأسمح لي أخو محمد أنا أحكي كلام أنا مصرع عن كلامي أنا علي أبو الراغب مستعد أن أذهب إلى أي جهة نقابة المحامين مع جمعية مدقي الحسابات يشكلوا لجنة ويقوم بتدقيق كافة القوانين المؤقتة قانون قانون مادة مادة ويشوفوا إذا هذه القوانين مست مصارح الوطن ولا خدمة الوطن زائد للعلم فقط من 214 قانون وقانون معدل 180 قانون تم إنجازهم في مجلس الأمة يعني 6 جام تحكي نازمين ردوا 180 نافذين وماشيين تقريبا 90% تقريبا زائد أنا أيضا موضوع الحديد أتمنى جهة تراجع كل موضوع الحديد وموضوع الترميز وموضوع احتكال حديد ومين كسر احتكال حديد موضوع التأمين يا أخي أنا يعني تعبنا بكفي يا أخي بدي أحكي الأكثر من هيك لا يجوز بصراحة أنه مسؤول يخرج من موقعه بصراحة أنا كل الهجم علي بعد قبل سنتين لغايات واعتبارات معين ندي أشحكي فيها الآن لأنه معناش وقت ندي أشحكي فيها وكل الدنيا هبت علي أبو راغب إلى أراضي برنثة وعلي أبو راغب كان في واحد بقول أنه أنه هذا الموضوع تم بعهد عليه براغب أنا يعني يعني مع احترامي للمشروع الذي عملته جامعة علوم التكنولوجيا والشركة الصينية التي فيها شركاء أولاد أخوه تم مواثقة عليه بشهر واحد ألفين قبل ما آجئ لو أنا شريك رحضت تسمي يعني هذه على فكرة حاولنا نتصل حتى نوخي التصريح من الذين دعوا على موضوع أراضي الرمثة ولكن لم نحصل على التصريح رفضوا لم تحصل لأن الحقائق بينت أكل حالي سأتناول هذا الموضوع قانونيا يا سيد العزيز أنا أتمنى أنه في جهة تكون مسؤولة وتوضح هذه القضايا كلها لأنه فعلا هذا الموضوع غير منصف أكثر من هيك يا أخي أنا على أورا بدي براءة ذمة يعني أنا على أورا بدي براءة ذمة من من؟ نعم ما هي الجهة التي تعطي براءة ذمة لي لغيري كمان نعم أنا أنا بدون قانون مستعد من أين لك هذا أول واحد على ممتلكاتي وأراضيي وكل ما أملك بالأردن وخارج الأردن في واحد كان يحكي يقول اسألوا أملاكوا بسويسرا أنا عندي شقة بسويسرا وهي موجودة في سجل إشار ذمة في المؤذات العدل ويستطيع يفتحوها وكان عندي بيت في فرنسا شهرية سنة التسعين وطوبت لأولادي لغيات ضربة الإرث أنا مستعد من أين لك هذا لكن من هي جهة تستوضح عن هذا وشرط كل المسؤولين أيضا ووافقوا من أين لك هذا بدون قانون جميل ويا أخوامي أنا بحكي جد ماذا بزاود في ناس قال هذا رح مرتبين أسئلة واحد من المواقع الإلكترونية قال مرتبين الأسئلة والأجوبة لكي يزرق الأمور اسألوا على أراضي في عجلون أنا عندي عشرين دلم بكوفرنجة أنا مستعد أعطي هذا الأخ الكريم أو أي شخص في الأردن ورقة الآن باكتلك إياها أن يقوم بالزيارة بذات الأراضي ويرى سجلي بذات الأراضي الأملكها من سنة 99 لحد اليوم بإسمي وأجي بورقة من مرتي من أولادي ومن بناتي أكتبني أكتبني نحن في هذه الحلقة أبدا لسنا بصورة أن نتحدث عن كشف حساب لا حبيبي أبدا نحن بدنا خبراتك في هذا الموضوع في موضوع الشارع محمد لكن أريد شيء واحد فرصة أخي بدأت حكي هدومك هنا ليس أريحك أريح أنت أسف أريح الناس اللي بيتهم بيتهم يا أخوي أقول لك أسف أحكي لك لا يجوز أن تقوم واقع إلكترونية أن تكون تعليق بدون اسمه معرفة منه الشخص ولا يجوز تجريح نحن نحن نجريح رجالات الوطن بالمأسبة بهاي الطعقة القائمة الصالح مع الطالح انخلطت الأمور من منيح منيح بالمأسبة نحن اشتغلنا اجتهدنا أصبنا واخطأنا حاسبونا أما ليس هيك أنا صلي شهرين ثلاثة هجم عليه ليس معقولة فتفضل أخي أكثر من إشهار الذمة بدون قانون اعتقادي لكن أنا مش أضيع الحلقة بدون السؤال تضع قانون مؤقت رقم 44 لسرة 2002 قانون الزراعة هذا في وقتك دولة أبو حسن والنقطة ألف تقول لا يجوز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص أو جهة أو تخصيصها أو بيعها أو مبادرتها مهما كانت الأسباب وهو نص صارم وجازم ومريح وطنيا لكن ماذا عن قصة التصرف بأراضي الدولة بما فيها لجلالة الملك وهو موضوع مطروح في الشارع أي واحد يمسكه ويحكي لك في الموضوع أخي الكريم يعني أرجوني التسعي الوقت هذا موضوع ليكون واضح لجميع اسمح لي يا سيد العزيز في شهر تشرين الأول وتشرين الثاني من عام الفين وردني كتاب من الديوان الملكي العمر أحضر شخصيا أمين عام الديوان الملكي السيد سمير الرفاعي في هذا الكتاب يطلبوا تسجيل أراضي بكشف مرفق لجلالة الملك أفاد أنه جلالة الملك عنده مشاريع خيرية وتنموية ويتبرع ويعمل لبناء مشاريع أو لخدمة المواطنين وهذا طيارة النجالة الملك دائما مقدام في هذا الموضوع طيب طلعنا على الأراضي قلت أوك ننظر في هذا الموضوع وتم تحويل هذا الكتاب إلى لجنة إدارة أملاك الدولة وهي الجهة المعنية بتفويض الأراضي وتسجيلها هذه اللجنة بنرأسها وزير المالية وأعضاء فيها أمين عام الزراعة وأمين عام البلديات أمين عام الداخلية ومديدات أراضي من مساحة وأيضا أعتقد مدين مؤسسة الإقراضي الزراعي وطلبنا منهم أن يدرسوا إذا هذه الأراضي عليها أي منشاءات أو هي مخصصة لمشاريع أو عليها أي التزامات أو فيها أي مصاحح المواطنين آخرين وتم الإفادة أنه كلها أراضي عادية ما فيها شي ونسبوا المجلس الوزراء بتفويض تسجيل هذه الأراضي لجنة الملك وقام مجلس الوزراء بالموافقة على ذلك بالمواسبة هذا الموضوع لم يتم تحت كتاب سري ومكتوم بالمواسبة هذا الموضوع بعد شهر كان يسوروه في عمان هذه الأراضي للعلم هي في مواقع مختلفة حوالي عمان في أبو عرندا في السامك في بدران في مقابلين مساحاتها كلها مئات الدنومات بالإضافة إلى موقع البحاث في أيضا مزرعة أيضا يعني فوق 500-600 دنوم يعني كلاته ما بتجاوز كل هذه المساحات تتجاوز 2000 دنوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر